عمر عبد العزيز عمر زي ما انتم شايفينه الحقيقة لو انا عادت اقول كمية من الاعمال يعني الكوميدية اللطيفة الاجتماعية دايما موجود فيها وكبار النجوم والشباب عنده ادوار الحقيقة مختلفة وليه حضور يعني مميز وليه حضور طاغي على السوشيال ميديا ده اللي هنعرفه خليني ارحب بالكوميديان الشاب عمر عبد العزيز مساء الخير يا عمر منورنا كنت لسه بتقول لي انت صورت هنا في ستوديو عشرة وانت طفل اه صورت ببرامج اطفال هنا يعني اول ما دخلت كده ممنى ما سبيرو اه حسيت بريحة التاريخ اه بالضبط يعني ممنى ما سبيرو ده ممنى ليه والتاريخ وليه قيمة كبيرة وبالذات ستوديو عشرة كمان تحديد حتى الاول ما دخلت يعطي تفرج عن ستوديو كده قلت والله زمان يعني زماني ايوة طبعا الزكريات الحيطان بتتكلم عن زكريات كثيرة طبعا طيب قول لي انت اساسا يعني كلمني عن دراستك الاول ورحت مجال التمثيل ازاي والكوميديا بالزاد انا دراستي انا خليك اداب مسرح قسم تمثيل واخراج مسرحي وكنت اول دفعتي وخلصت دراستي وبعد كده التحقت باستوديو مركز الابداع الفني عند المخرج استوديو خالد جلال بعد كده بقى ابتلت بقى واحدة واحدة من قبل الدراسة بشتغل حاجات بسيطة وخلال الدراسة حتى اثناء ما كنت مدلس عنده استاذ خالد كنت قريدي بشتغل شوية حاجات بسيطة كده برا الى ان ربنا كرم اول حاجة ما اعملتها كبيرة كان مرجان احمد مرجان مع الزعيم استاذ عادل الامام الرادي والصحة والحمد لله كرم ربنا عملت كزا حاجة مع الزعيم altitude استاذ عادل عملت معك مرجان استاذ ورئيس قسم وعملت مع دف شرف وستاذ ورئيس قسم ودف شرف العراف هو كان بيطلبني يعني هو اللي كان بيطلبني بالاسم يقولك عمرا عندي كزا 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 وكت بروح لي ولمت حتى ساعدت اشتركوا في القناة